ورجعنا لحضراتكم مرة تانية سبع الخير مرة أولى بالنسبالي بعتذر عن تأخير نبتدي على طول يومنا بفقرة الصحافة وأهم الأخبار المنشورة في جرائد نهاردة بس عايز أكد أن يوم تاريخي نهاردة 10 مارس النهاردة فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسية الأولى بعد الثورة والأولى في حياة ناس كتيرة أنها نحضرها ونحس أن هناك مرشحين كتير أين كان عددهم يبقى كتير قوي أين كان يبقى فيه حاجات كوميديية أكيد وحاجات محزنة أكيد بس النهاردة يوم تاريخي بأعتقد كلها لازم نبقى وعين له كده طرحة بضفنا اللي بيشرفنا في الستوديو علشان يعلق معانا ويحلل لنا كده الأخبار المنشورة في جرائد نهاردة أستاذ خالد البلشي مدير تحرير جريدة البديل الإلكتروني نهارك سعيد صباح الخير مارك سعيد أنا سعيد أولايب 10 مارس يعني حسن إحنا بنصنع تاريخ جديد يعني 10 مارس ده يفضل اليوم مهم في حياتنا مهم بس أنا أعتقد أن إحنا محتاجين وإحنا بنشوفه بنفتكر اللي عمله بالمناسبة يعني أنا مبارح كان فيه حدث مهم جدا أو حدث لابد من توقف قدامه هو وفاة والد الشهيد أحمد باسيوني إحنا في 10 مارس النهاردة بنتكلم على فتح باب الترشح للرئاسة والد الشهيد أحمد باسيوني بعد سنة من استشهاده مات من غير ما يشوف قصصه يعني ده لازم نتوقف قدامه لازم نعرف أنا أول مبارح سمعنا أن فيه اتنين اتعدمه وخمصة وتمانية أخدوا مؤبد عشان شهيد في القوات المسلحة قبلها كل الناس بتاخد براءات في مهرجان البراء الجميع اللي حاصل أنا دايما شايف التناقضات دي فيه واحد مات اتعدم اتنين وتمانية أخدوا بين مؤبد وخمستاشر سنة فيه ناس تشهدوا لغير دلوقتي حقهم جيش ولغير دلوقتي القصص لم يحدث ولم يتم دول هما اللي صنعوا بالمناسبة اللي حصل اللي صنعوا هما الشباب اللي استشهدوا في الشارع اللي صنعوا هما الشباب اللي في الآخر اللي قتلوهم بيطلعوا براءة بدعوة أن الصورات ما بتروحش عند الأسام مع أن تاريخ الصورات في الحالم كله بتستهد في الأسام أصلا في البداية من البداية يعني كرمز للفسادة دي تلاتين سنة تعذيب دي تلاتين سنة كان الأسام بتنتاج حقوق المواطنين فأنا ده وده بيحصل في نفس الوقت اللي بيتم تهريب ناس تانية برة أنا الحقيقة أنا أعتقد أن من حق أحمد باسيوني ومن حق كل الناس على أقل في اليوم ده اللي هو بداية لو اعتبرنا ده إنجازهم نفتكرهم ونفتكر أنهم لغاية دلوقتي حقوقهم ما جاتش ونفتكر أن اللي قتلوهم بياخدوا براءة إيه بس كمان أقول أنه أنت بتكلم عند الإقسام لأنا كمان حتى لغاية دلوقتي اللي كانوا في تحرير نفسهم أحمد باسيوني مات في التحرير هو نفسه في التحرير يعني يا رب يعني مش عفو رب لي صبر أهلهم يعني انت بنبتزي بالأخبار اللي معنا النهاردة أستاذ خالد نستعرض كده سريعا من مصر اليوم معركة الرئاسة تبدأ رسميا النهاردة هجوم جماعي على منصور حسن واللجنة العليا للانتخابات الشروق أربع مسيرات مختلفة ثلاثة ضد العسكر والرابع معاه من الأخبار اشتباكات بين المتظاهرين حول السفارة الأمريكية والخبر ده هيبقى فيه تفاصيل كتيرة دماء خفيفة خلافات بين القضاء حول قضية التمويل الأجنبي من مصر اليوم فتنة التمويل الأجنبي غضب القضاء مستمر والقضاء الأعلى لا تحقيق في سفر الأمريكيين الشروق الأغلبية تتراجع عن سحب الثقة من الجنزوري المصر اليوم الحكومة توقع قرد الثلاثة واثنين من عشر مليار دولار الشهر الجاري وأخيرا من مصر اليوم البرلمان يتجه لتأجيل موعد انتخاب تأسيسية الدستور أو لجنة الماء نبتدي بمعركة الرئاسة اللي بتبتدي النهاردة فيه هجوم جماعي على منصور حسن رئيس اللجنة الاستشارية وزراء علام السابق ولجنة العليا الانتخابات كمان فيه هجوم عليها ايه موضوعا ممنوع الدعاء الانتخابية ده لغاية تلاتين ده مش فاهمة مش فاهمة أصلا وأعتقد اللي محدش هلتزم بي يعني هما المرشحين قرروا أصلا قال لا يلتزموا ما أصلا ما ينفعش ده الانتخابات في أمريكا هما بيتحركوا من قبلها بسنة سواء على مستوى الأحزاب وعلى ما يختاروا كل حزب وبعد كده الناس بتتحرك بشكل عادي واحنا عندنا ما هم بيتحركوا يعني ما هم بيتحركوا من دلوقتي بعيدا عن ما فيه ساعات بنلتزم بالقواعد لأنها منطقية بس فيه قوانين غير منطقية يعني ايه عايز الناس ترشح داخلين دخبات فيه حاجات كتير مش منطقية يعني ده يعني المادة 28 مش منطقية احنا أمام وضع غير منطقي اصلا مرشحين هيترشحوا على دستور مش عارفينه اه صلاحيات مش فهمينها صلاحيات مش فهمينها اما ما يطلعوا يخشوا يترشحوا دلوقتي ومش عارفين هي الصلاحيات بتاع الرئيس يعني ممكن في الآخر يطلع امام دستور برلماني فيبقى اصلا رئيس شرفي ويبقى الخناء اللي بتحصل دي كلها مالهاش لازمة غالبا الاتجاه من اما يبقاش برلماني بس الفكرة اننا مش فاهم اصلا احنا نبدأ معركة ترشيح لرئاسة في دون وضع قواعد الرئيس هيكون صلاحياته ايه اصلا اه الجزء التاني انه واضح ان المسألة فيها اتفاقات واضحة يعني فيه اه مرشح زهرة فجأة واضل منصور حسن وبقى له شوية كده بيروح بيجي اه بس هو طرح نفسه يعني اه الساعة اثنين يوم الخميس الوفد قرر يدعمه الساعة تمانية يوم الخميس اه الكلام على انه مرشح العسكري الكلام عن ان اخوانها يدعموه تراجع بدأت المسائل يعني تحتز الوفد طبعا فيه اعتصام من ساعة الاعلان القرار وربابا وهيراجع قراره من جديد سيال فكرة ان احنا امام يعني سلطة مصرعة انها تبخ الوضع لما هو عليه يعني وتطرح مرشح يعني انا بردك مش فاهم انه نعمل ثورة فيبقى اختياراتنا منصور حسن الحقيقة اللي هو هو كان بديل مبارك هو كان في لحظة من اللحظات طرف النظام السابق بشكل او باخر هو رئيس المجلس التشاري وهناك كلام كثير يعني حول المسائلة دي بعيد عن احنا يعني انا اعتقد ان هذه الثورة تحتاج لمن يعني يدافع عنها انا مشوفتوش دافع عنها الفتحة الفاتحة انا شوفتو انسحب المجلس التشاري ثم يعود له قبل كده انما مشوفتوش بعيد عن كثير من العلامات الاستفاهم حوالين تاريخه وحوالين انه وحوالين ثنه بالمناسبة يعني ان احنا في الاخر احنا كنا نتكلم على حسن مبارك لانه رجل عجوز هو رجل عجوز اعتقد ان احنا نحتاج للنظام اكثر شبابا يعني انما ربما تكون دي مش هي اله مش تفصيل الاهم انما التفصيل الاهم ان هي ان هناك تحالف حوله وان هناك يبدو صفقات اقدت لدرجة انها هزت الوفد وعملها ازمة جوه الاخوان وفي نفس الوقت هو رجل خرج ليقول انه والناس كلها ابنته مجمع لانه مرشح العسكري وفي نفس يوم خروجه خرجت او في اليوم التالي خرجت رئيسة مديرة حملة عمر سيمان قالت انه ربما ينسحب رجعت كلام تني من جديد انه هو مش ينسحب وقالت ان احد مصادر من داخل الحملة قالت انه احد الاسباب انه منصور حسن طلع بما يعني انه مرشح العسكري يعني فدي دي الوضع وبقي ان كل ده دخل على انتخابات مش عارف انها هيطه ايه مش عارف انها هيطلع رئيس بانهي صلاحيات واللجنة انتخابية يعني الهيات الصلاحيات ما فيهاش حد بيراقب عليها وفيها احد القضاء حواليه علامة استثمان بشأن قضية التمويل ام فهو وضع كله على بعض عرضي الحقيقة طبعا هو وضع يا خديم شوي طب وليه الهجوم على اللجنة العليا الانتخابات هل بس ليه علاقة بالقرار التلاتين ابريل ولا فيه اشياء اخرى الهجوم بالصلاحيات الغير محدودة الممنوحة والخاصة باعنا النتيجة الهجوم بان اعضاءها نفسهم احد اعضاء زي ما بقولك في قضية التمويل الاساسية المستشار عبد المعز واللي متقدم ضده بلاغات كتير للتحقيق في اللي حصل الهجوم حتى في القواعد اللي هي بتنظم العملية وده يخليني يعني خليني نقط للخبر الاخير بصراحة لانهما ليهم علاقة بالبعاد والبرلمانية تجري تأجيل مواد انتخاب تأساسية الدستورية احنا ممكن نقعد شوية كمان عندنا رئيس ومنتخب وموجود ومش عارفين صلاحياته لا انا اظن انهما لانتجري انتخابات رئاسة قبل الا الا اذا كان فيه دستور موجود يعني ده ده يعني توقعاتك امالك لا هو المفروض الجدول المعمول تلاتين ابريل انتخابات الاستفتاء على الدستور استفتاء هي الفكرة ان احنا دلوقتي تلاتين ابريل ايه تلاتين ابريل ده يستفتون على الدستور مش عارفة الشهور لسه والحاجات الارقام هو المفروض حسب الجدول الموجود في الاعلان الدستوري ده لسه ممكن نقعد سنة اه اه بس هي الفكرة ان لبقى انها دخلنا في عملية صلق بيت في كل الحاجات نتيجة الضغوط اللي اتتعرض لها العسكري في الشارع ونتيجة ان الاعداء السيء والشديد السوق اللي حصل في قريل الفترة الانتقالية وانا هي كانت حيات كتير جدا فاحنا امام بننجز اه دستور بشكل سريع جدا وده كان كان وده يعني لو حبينا نرجع للاول كنا قلنا ان المفروض القواعد تنظم منها البداية اه فدلوقتي الكلام على فكرة ان هم هيحصل انتخابات هي الفكرة انه كان محدد اربعة وعشرين مارس لانتخاب اعضاء اللجنة التأسسية هو في بعض الخلافات على من يريده على طريقة بس في الاخر اعتقد انها تحسم لصالح اختيار للحرية والعدالة باعتباره خلوه اربعين ستين يعني اه اربعين ستين اللي هو صاحب الاغلبية في مجلس الشعب رغم طبعا المجلس الحقوق الانسان مبارح طلع بيان قال لهم يعني اوصى فيه بانه ما يكونش فيه اعضاء من البرلمان داخل جميل هلقا بتلت كمان المجلس الفردي اللي تنافس عليه القوائم وده يفقدهم عطسحة وضيق فيه كذا قضية قد اصلا بتشكك فى صلاحيات هو هيضع دستور يحكم القواعد اللي بيشتغل بيها يعني هو في عنده مصلحة اللي يغير الوضع او اذا غيره يطلع بنده كده على جنب يقول لا خلينا قاديم على قاديم اه بالزبط طيب نروح الخبر اللي بقى يعني انت مش متوقع نتأجيل الموعد ده ويب 24 اللي هو بتاع انا متأجيل انه مش هيا يعني لو اجل ايامه وبعد كده تبدأ الدستور امس بس خالد الحقيق قلته ده غريب شوية يعني مش غريب يعني احنا انا كنت فاكرة ان احنا كده كده هنده الدستور هيخلص بعد الرئاسة لان الرئاسة هتبقى في مايو تمام؟ وبقعدتها هتبقى في شهر ستة واحنا دلوقتي التأسيسية عبل ما تجتمع وان شاء الله وخير ونبتدي نشتغل هتبقى اي اول ابريل مثلا؟ يعني الدستور في الوضع الطبيعي حسب الموعيد ست شهور الاختيار الجامعية وست شهور الابريل هنقول قللنا خدنا اسبوع في اختيار الجامعية اسبوعين وضع الدستور نفسيا ممكن فعل نقص على ابريل؟ على المفروض يعني ده كلام ان نقول السفتاء على ابريل بحيث انتخابات الرئاسة تيجي على هو الهدف ان يوضع الدستور قبل انتخابات الرئاسة ان هو اللي يأتي رئيس مطلق الصلاحيات المشكلة ان احنا دخلين معركة المشكلة ان احنا دخلين معركة الرئاسة دلوقتي دون ان نوع دريل ما هي صلاحيات الرئيس طيب خلاص ماشي اوكي الشروع اربع مسيرات مختلفة تلاتة ضد العسكر والربع معين اه هي فيك كزا مسيرة مبارح طلعت مبارح مبارح كان يوم اكتر من مهمة الحقيقة يوم الاولاني هو يوم الشهيد اللي وستشهد فيه الشهيد عبدالله مرياض وهو على الجبه ده نموذج للقضاء العسكريين مختلف جدا ده راجل كان في وسط جنوده في مقدمة الصف الامام وستشهد ومداية تحرير شهد جنسته وكان فيها عشرات الالاف وكان فيها جمال عبدالناصر وكان فيها وكان فيها وكان فيها بعد سنين طويلة جدا نفس الميدان شهد عسكريين اخرين او عسكر اخرين بينتهكوا عراض البنات وبيعروهم وبينتهكوا عزريتهم في نفس المكان وفي نفس اليوم يعني ده الفرق بين زمانين يعني الحقيقة ده الفرق بين شهيد يسقط يعني يستشهد بين جنوده وهو يوم الشهيد وتمثاله الموجود في نفس المكان شهدا على انتهاك عزريات البنات وشهدا على ما تعرضوا له في الميدان وشهدا على اول اختحام عنيف حصل اليومين حصلوا في نفس الوقت في اليوم ده ناس قرروا احياء يوم الشهيد وكارثة انما قرروا احياء يوم الشهيد خرجوا ليهتفوا لبقاء حكم عسكر او يهتفوا لمن يحكموني بنفس الطريقة القديمة الثانيين والذائقوا بعض النشاطاء بدأوا يعلقوا قال لهم الله يخرب بيكوا حتى بواستوا يوم ذكرى استشاد عمنا مرياض اليوم الجزء الثاني خرجوا ليعترضوا عما حدا في ذكرى أو العام الماضي وخصوصا أن قضية الكشف العذرية بعد عام من حدوثها لم تحسن الانتهكات التي تعرضتها للنشاطاء بعد عام من حدوثها لم تحسن التعذيب الذي جرى في المتحف المصري ومن يقفون وراءه لم يتم التحقيق فيه بس نقول للناس معلومات زي مبارح وأول مبارح من سنة 8 مارس هو يوم العالمي للمرأة يوم 9 مارس حصل مجموعة من ما هو 9 مارس 9 سنة اللي باتت 9 مارس 2011 2011 تم اقتحام مداية تحرير تم حرق الخيام الموجودة فيه تم الاعتداء على الناس اتخذ الناس للمتحف المصري وتم تعذبهم عدد كبير منهم مجموعة من الفتيات تم اخذهم وان تنظر قضية العزرية اللي اعترف بها اعضاء في المجلسة العسكرية ومعقدوا لأسحابه اعترفهم من جديد وفي اشهر بنت قولي ساميرا براين ساميرا براين فاحنا امام حدثين شديد التباين شرف العسكرية الكامل والجندية الكامل ظهر في استشهاد رجل امر بواسطة جنوده وفي صفوفه الامامية وانتهك كامل لهذا الشرف في سحل الناس وتعرياتهم وانتهك وده يعني مفارقة اعتقد انها تصعب على الجميع واعتقد ان الحل في اللحظة دي ان من وردها العسكر الجيش في هذا الوضع العسكر الذين وردوا الجيش العسكر انا اقصد العسكر بالمعنى السياسي له الذين وردوا الجيش في وضع هذا السوء عليهم ان ينسحبوا ويمارسوا دورهم ربما نعيد يعيدون هذه العيبة التي يعني اسقطوها بافعالهم طور السنة الفاتح من الاخبار برضو لي علاقة بالحصل المبارح في محيط وسط المدينة اشتباكات بين المتظاهرين حول استفارة الامريكية الحقيقة ده بقى هو المشهد الفارس هو المهمش بين المتظاهر ده المشهد الفارس ده المشهد الفارس اللي هو المبارح الحقيقة أنا عندي أنا متصور ان عكاشة يروح عند السفارة الامريكية ويحتل لشح الناس كان فيه مؤيدين كان فيه دعوات من الإعلامي دكتور توفيق عكاشة عمل دعوة انه الناس تروح تتظاهر عند السفارة الامريكية تنديداً لسفر الامريكان الى الولايات المتحدة الامريكية بهذه الطريق دي خطته يعني هو كان معلن بشكل صريح انه حتى لو محدش جايه هو يقف لوحده في المظاهرات ده دي الحدودة إلا حصل اول طبعاً رغم انه دعوة غريبة لان الحقيقة اللي صفر الناس واللي سمح بالطائرة هو المجلس العسكري مش السفارة الامريكية يعني الحقيقة دي ايه انا هضغط 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 على انضغط عليه على التابع اللي عندي مش على من يضغط على التابع وناس خلال بترع مصالح رعاياها يعني لو انه عندي نظام مستقل مش هيخضع لضغوط سفارة فالحقيقة انا ضغطي يكون عند المجلس العسكري عندما من المجلس العسكري بس اللي حصل ان هناك مظاهرتين مظاهرة تطالب بخط يعني بترفض المعونة وبترفض وجود السفارة الامريكية وده مبدأ جزء مبدأي اصلاً لدى الكثير من المتظاهرين في التحرير ومظاهرة التانية بتاع أوكاشة اللي حصل ان الناس راحوا وبعد كده مظاهرة أوكاشة جت فالناس كانوا بيحتفوا في وسط في وسط اهتفاتهم اللي هو مظاهرية التحرير يسكت حكم العسكر فبدأت اشتباكات بين الطرفين الحدوطة اللي يشوفها أوكاشة في المنطقة بتاع السفارة الامريكية دي مقفولة من كل الانتجاهات هو دخل بعربية جوه ده بجد؟ اه ودخل بعربية نص نقل وعليها دخل بعربية نص نقل وعليها هو هو حياة الدرديري فوقها وبيحتفوا بيقود المظاهرة الحقيقة وانا عارف ودخل منه ودخل من شارع ما بيخش منه العربات الجيش والامن المركزي لا بجد؟ اه فمعناي انه دي معلومات مسؤوليتك طبعا بدأت واسمها بدأت اشتباكات من جديد والاشتباكات تطورت ان التدخل بعض بتوع التحرير وفي النهاية الجيش نضم لصفة أوكاشة وبدأ يحدث على المتظاهرين أولا خرطوب فبقت المسألة يعني نوع من سخط خمسة وعشرين مصاب في معركة أوكاشة والحقيقة انا سميها معركة أوكاشة لاني انا مش فهمها اصلا كله عباسي اصلا اطبعا حول السفارة الامريكية والمشكلة كمان المظاهرتين كانوا بيطالبوا من نفس المطالب اه يعني ثم اشتبكوا اه بس هي الحدوتة بتاع العسكرة اه دي اللي اللي هم سمحوا له ودخلوه خلافات بين القضاء حول قضية التمويل الاجنبي انا اعتقد من الخبر اللي بعده كمان فتنة التمويل اه هي هنا اخبار ما فيه اخبار لي هلقى ببعضة فتنة التمويل غضب القضاء مستمر والقضاء الاعلى بيقول لا تحقيق في سفر الامريكيين الخبرين لي وعلى قبضة واحد من اهرام واحد مصاب يوم اه طبعا قضية التمويل المعروفة اللي انتهت بسفر الامريكيين اللي وقت طيارة نزلت قبل صدور حكم المحكمة استخرت في المطار انتظرت الناس وبعد كده قالوا ان فيه صفقات اموال الامريكيين طروا قالوا انهم ما فيش اموال اصلا ده كلام فاضي وبعدين وقفت الطيارة حملت وانتظروا بالمناسبة من المعلومات ان هما كمان انتظروا الجنسيات الاخرى كي يستخلوا الطيارة يعني ماخدوش امريكيين بس هما خدو كل بقى امريكي واحد رفض قالوا لهم لا انا مش بسافر انما الباقي كله انا مواصف في اللي بيحصل هنا فالطيارة خلت الناس وسافرت بدأ لابد من استؤال حول من يعني الطيارة نزلت قبل صدور حكم منها من السفر لجى تنحي قاضي نتيجة ما قال انه ضغوط تعرض لها من اجل التنحي ثم لجنة غريبة او هيئة محكمة غريبة تشكلت واصدرت قرار عشان الطيارة اللي واقفة منتظرة في المطار تاخد المتهمين بالتسافر اه 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 يعني حدوتها لبعضها اه كلها غريبة جدا ده بيفتح على طول جرح كبير جدا الاو الاوضاء وقفوا عشان خطر في 2006 هو تدخل السلطة التنفيذية في امان القضاء المفاجآت اللي غشفها الاوضاء كتيرا الحقيقة لمنها ان رئيس المحكمة التي اصدرت حكم منها استفر هو امن دولة وكانه نظبط امن دولة سابق ام يعني منها كتير كلام كتير بس ربما نتاخذ قدامه انما الان هناك مطالب واضحة بالتحقيق هناك جريمة واضحة للمعالم حدثت لكن من المسؤول مش عارفين كل حد بيبرق نفسه يعني انا تقدير ان هناك مسؤولين واضحين وزاهرين بشكل واضح هناك من خرج ليقول بنفسه انه طلب من الدائرة التنحن انا اعتقد ان دا يحتاج للتحقيق معه هناك دائرة اصدرت قرار في الوقت اللي كان فيه طيارة منتظرة تاخد بما يعني ان القرار معلوم مسبقا ففكرة ان يطلع يقول لي مفيش تحقيق من المجلس اعتقد ان دي علامة استفهام واعتقد انها ان الدكتور ان المستشار حسامي الغرياني اكبر يعني انا اظن ان هناك بلغات قدمت له وانا اعرف احد البلغات وكثير من هزي البلغات واحد البلغات قال له ان هناك جريمة وقعت جريمة قتل على الطريق العام واطالبكم بالتحقيق فيها طيب استاذ خالد احنا وقتنا خلص بس انا ختاما عايز اتعليق سريع جدا على الاغلبية او الاكثرية تتراجع من انها تسحب الثقة من دكتور كمال الجنزول او حكومة كمال الجنزول لو كانوا معايا وبعدين هو ده الشروق اللي انفرضت بي بس خلينا اتكلم ان المصري اتكلمت على فكرة انه فيه اسرار وان خبر الشروق نفسه عسامي الغريان قال ان احنا نسحب الثقة حتى الان هو اللي بيتراجع هما بتحس بالنور حتى الان يعني بكرة هل المناقشات والمناورات والاستفقات ستنتقل عدم صحب الثقة ربما وربما يكون هناك حسابات خلي باليك احنا في وقت حسابات وفي وقت اطراف بتاخد صفقات من تحت الترابيزة وفي وقت مصالح تتعالى وفي وقت الدكتورة فايزة بن نجا بتخرج تتكلم على ان هناك مصالح اجنبية ثم تنسحب في الكلام وبعد كده بتقول ان حصل توفق شعبي على القرد اللي هم قالوا ان احنا مش هناخدوا في اول السنة اول حكومة فالجوة دلوقتي ياخدوا بعد ما حصل التوافق لان حكومة لان بتوع الاخوان وافقوا فالتوافق احنا مش هدعبسين كل الحاجات بصراحة بباحد بباحد فاهم يعني استاذ خالد البلشي رئيس تحليل جايدة البديل الإلكترونية شكرا جزيلا عجودك معنا النهاردة ونشوفك الاسبوع الجايد شكرا لسه بنكمل فقراتنا في نهارك سعيد خليكم معنا بعد الفصل وسبع الفل